وإن شاء الله سنكون رافداً ومعيناً لقوات الجيش الوطني ونحن أكلمكم الآن وانتصارات في صرواح انتصارات منرض الميدان انتصارات في صرواح وتكبيد العدو خسائر وإن شاء الله العدو منكسر وسيعود إلى كهو في مران من حيث أن طلق كأن المعركة قد عادت إلى لحظاتها الأولى لحظات خذل الجميع البلاد وتهاوت المدن تحت ضربات الميليشيا فانتفضت قبائل مأرب للدفاع عن المدينة فيما عرف حينها بمضارب نخلة لكن اليوم ويال المفارقة بعد خمس سنوات من الإعداد لمعركة استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب تعود قبائل مأرب إلى واجهة الأحداث تحت لافتة هيئة الإسناد الشعبي للجيش الوطني عودة وزير الدفاع إلى القبيلة طلباً لإسناد الجيش يكشف عن إخفاق بعمر خمس سنوات تستند قبائل مأرب إلى تاريخ عريق من النضال ضد الإمامة والإنجليز كما خاضت حروباً كثيرة أبرزها معركتها ضد ميليشيا الكوثين منذ اليوم الأول للانقلاب يرى كثيرون أن القبيلة بوحدة صفها قد تغير معادلة المعركة وتكسر زحف الميليشيا المحيط بمأرب من جهاتها المختلفة غير أن السؤال الأبرز هل تمخضت حرب التحالف لتنجب هذا الخضلان الكبير الذي تشهده الحرب اليمنية وأين هو الجيش الذي تم إعداده خلال الخمسة الأعوام الماضية شهد الجيش الوطن انتكاسات كثيرة في طريقه إلى صنعه قبل أن يعود للدفاع عن مأرب وسبق أن اشتكى عدد من قياداته من نقص في العتاد والتمويل ومن مخططات التحالف ذاته ومساعيه للحيلولة دون استمرار المعركة بما في ذلك استهداف طلائع الجيش الوطني بغارات جوية ناهيك عن الفساد الذي ضرب المؤسسة العسكرية والاتهامات التي أشارت إلى أكثر من جهة للتلاعب في الراتب والأسماء الوهمية تثبت انتصارات الجيش الوطني وآخرها المكاسب التي حققها في الجبل هيلان الاستراتيجي بالأمس أن الجيش قادر على تحقيق الانتصار الكبير على ميليشيا الحوثين والوفاء بوعد استعادة الدولة إلا أن فساد الشرعية وحسابات التحالف كانت هي السبب في خروجه عن الجاهزية بعد أن أفرغت الوحدات من قوامها وأبعدت الكثير من القيادات الوطنية والمهمة ليبقى الحال كما هو عليه الآن مفتوحا على كل الاحتمالات إلا من نصر نقي لا تشوبه إعاقات التحالف